تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت من ضبط 809 قضايا تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت قرابة 1336 طن مواد غذائية وغير غذائية خلال 24 ساعة وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجي والاستيلاء على السلع المدومة تم ضبط أكثر من 222 طن وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبايع بأسعاد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط قرابة 1113 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأسعاد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة 21 طن وفي مجال قضايا المخابس تم ضبط 946 قضية من بينها 200 و 1 قضية خبز ناقص الوزن و 171 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال قضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف والبايع بأسعاد من السعر تم ضبط 11 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 70 طن ترجمة نانسي قنقر